أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أن الطعون المقدمة من قبل المرشحين لم تغير من شكل نتائج الانتخابات المحلية التي أعلنت من قبل المفوضية سابقة قالت المتحدثة باسم المفوضية جمان الغلاي أن الهيئة القضائية ما زالت مستمرة بالنظر بالطعون المقدمة من المرشحين في انتخابات مجالس المحافظات موضحة أن إعلان المصادقة على النتائج سيتم بعد إكمال النظر بالطعون وفي وقت سابق أكد مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عدم تسلمه أي قرار من الهيئة القضائية لإعادة فرز النتائج حتى الآن